مرحبا بك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو ومرحبا بك في قناتي مجتمع دوائك ان شاء الله في هذا الفيديو سوف اكون جد سعيد بانقدم لك دواعي استعمال دواء ستروميغا ان شاء الله وقبل ان ابدأ في هذا الفيديو ادعوك الاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد ورجاء ادعمني بالضغط على زر لايك فيتعني لي الكثير فحسنا بالنسبة لفوائد فيتامين ستروميغا ان فيتامين ستروميغا له عديد من الفوائد المهمة لجسم كما انه مفيد لكل الاعمار وبالاخصي للاطفال ومن فوائده من فوائد هذا الفيديو انه يعمل على شفاء القرح الهضمية بسرعة كبيرة يعمل على تقوية جهاز المناعة ان فيتامين ستروميغا مفيد لكل من الداكرة والبصر يعمل اهلاء الفيديو على التطور المعرفي والتطور البصري ايضا ان لهذا الفيديو ستروميغا اهمية كبيرة جدا للاطفال الرضع كما ان الاطباء ينصحون بتنوى الاطفال الرضع منذ سن 16 هنا هذا الدواء يعمل على تقوية الجسم وتحسين مناعته يعمل ايضا هذا الفيطامين على تخفيف من امرض الجهاز التنفسي التي تصيب الجسم بالاخص مرض الربو القصبي يعمل هذا الفيطامين على علاج مرض الاكزيمة الجلدية يقي ويحمي من الاصابة بمرض السكري يعمل الدواء على تحسين البشرة وجعلها نظرة وحيوية يعمل الدواء ايضا عن نمو الشعر فهو يعمل ايضا عن نمو الشعر بشرة والعمل على علاج مشاكل الفراغات التي تجود بالشعر يعمل ايضا فيتامين ستروميغا على تحسين كل من التطور المعرفي للمرأي يعمل فيتامين على زيادة نسبة الدكاء وتركيز لطا الأطفال يقايم الفيطامين مشاكل النسان فهو يعمل لتحسين الذاكرة يعالج هذا الفيطامين المشاكل التي توجه العدد من الأطفال مثل الفرط في الحركة ومشاكل التأخر في النطق والتأخر في المشي كما انه يعمل على البيقايا والعلاج مرض التوحد يعالج الفيطامين حالة الاكتئاب فان فيتامين ستروميغا يعمل لتحسين المزاج كما ان هذا الفيطامين يعمل على مقاومة وتخفيف الآلام يعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم ويساعد في تقوية العظام كما انه يعمل ايضا على تحسين عمل المفاصل والقيام الالتهابها هذا الفيطامين يعمل على مساعدة الحوامل على تحسين صحة المولود والعمل على تخليق أعضائه بدون حدوث تشوهات له كما انه يعمل على رفع قدرة المناعة على موجهة الأمراض ايضا يقمن الإصابة بمرض السكري ويزيد الفيطامين من قدرة المرأة على التركيز كما أنه ليس لهذا الفيتامين من أي نوع من أنواع الأطار الجانبية بالنسبة لفيتامين ستروميغا والنطق لأن فيتامين ستروميغا للنطق يساعد على تحسين ذكر الطفل وبالتالي يعمل على تحسين التطور المعرفي لداء الأطفال فيمنع إصابة أطفال بمرة التوحد أو تأخر النطق لداء الكثير من الأطفال كما أنه يحجب على العديد بناء المكونات والفيتامينات المهمة والمفيدة لبناء جسم الأطفال وبالتالي فهو يعمل على تحسين النطق والمشي لداء الأطفال في أي منهم بالنسبة لهذا الدواء فنحب أن ننوي أن المعلومات المرتبطة بالأدوة والخلطات والأصفات ليست بديلاً عن زيارة الطبيب المختص لنصح أبداً بتناول أي دواء أو وصفة ضن رجوعي إلى الطبيب كان أعزائي المشاهدين هذا هو فيديو اليوم حول دواء سترميكا أدعوك للإشراك في أقنات لكي يسلك كل جديد ورجاء أن يدعمني بالتقطع على زر اللايك فهي ثاني لئة الكتير شفاكم والله أهبائي